موسيقى السؤال اللي عاوزين نطرحه شوه جزور العنصرية ولماذا العنف وقتل الابرياء وسفك الدماء وهذا شيء ليس بجديد فالعنصرية هي من بداية التاريخ منشوف انه قائن غار وحسد اخوه والنتيجة طبعا قتلوا وهكذا بتشوف عبر صفحات الكتاب المقدس بتشوف كتير مرات عنصرية بين شعب وشعب بين امه وامه وهكذا حتى في ايام المسيح بتشوف التطرف العنصري بين السامرين بين اليهودي وكنعاني وهكذا وحتى في العصر الحديث بتشوف هذه العنصرية بين فلسطيني وبين يهودي بين ارمني وبين تركي بين شيعي وبين سني بين مسلم بين مسيحي طبعا يعني هذا موضوع كبير كبير وانا مش بحاول كأنه أعالج موضوع كبير كبير بمجرد حلقة بسيطة جدا لانه عاوز أفصل بين التطرف الديني وكيف كل واحد بينظر للموضوع فمثلا انا ممكن اعلم عن المسيح واتكلم عن صلب المسيح وقيامة المسيح وبالنسبة لأخي المسلم يقول لك هذا تطرف انت بتتكلم ضد كتابي وضد ديني فطبعا هي النظرة كيف كل واحد بينظر لهذا الموضوع لكن الحديث اليوم انه في اي موضوع سواء مسيحي مسلم او اي شعب اخر انه عادة التعصب يقود الى التطرف والتطرف يقود الى التزمت وإلى العنصرية العنصرية هي بكل بساطة انه انا اعلى منك وانا عاوز اتسلط عليك وعاوز احكم عليك لانه انت المستوى تبعك لا يناسبني وانت انت شعبك اقل بتفكيره او احنا ومست دومينيت احنا لازم نتسلط ونسيطر على كل هذا الاوضاع لان احنا شايفين الايديولوجية تبعتنا هي المتفوقة وهذا بيجعل الناس كلاسز يعني كأنه عرق كل واحد بيختلف عن واحد اعلى من التاني وبتصير النظرة نظرة عنصرية نظرة متطرفة نظرة متزمة